السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين أربعة تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم استقر في برج القوس ورحض الموجود في برج القوس لغاية الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة من عصر يوم الغد الثلاثة لا ينتقل بعديها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين وواحد واربعين دقيقة بعد العصر أو عصر اليوم الاثنين بتوقيت جرانتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر اليوم بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية اللي تكون موجودة عنا اللي بتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء ومن ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزوايا الفلكية فقبل ما نبدأ بالزوايا أول حدث رح يكون معنا وهو انتقال كوكب المريخ من برج السرطان لبرج الأسد اللي رح يكون الساعة أربعة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الاثنين ورح يظل طبعا بحركة أمامية لغاية يوم الجمعة ستة اتناش الساعة احداش وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بعدها بده يبدأ بعملية التراجع طبعا التفاصيل صارت موجودة بالحلقة لأخبار الفلكية لموجودة على القناة جدير بالذكر أنه مع انتقال المريخ من برج لآخر غالبا بتصير في شحنة من أعمال العنف والحوادث وهاي الأمور دائما قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام تهديدات وتفجيرات وعنف وحرائق وأمور دائما فيها نوع من أنواع العنف لا شك أن انتقاله رح يكون له أسباب بسبب الزوايا اللي بتتشكل خلال الفترة المذكورة اللي هي من يوم أربعة حداش ليوم ستة اتناش بيشعروا موليد برج الأسد بالطاقة والنشاط والجراءة والرغبة الجنسية وبيستفيد معهم موليد الأبراج النارية الأخرى اللهم الحمل والقوس وأيضا موليد برج الجوزاء والميزان والدلو بالنسبة للزاوية التي تلي هذا الحدث زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعرقي اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقل بعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للغروب إلى الماضي بدلا من واجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكأبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة إلها سبع أيام بتأثر علينا ورح تستمر سبع أيام قادمة وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل ذروتها هي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتتحسن قدراتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية وبتمنح للقدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب لأنها رح تساعدنا على النجاح وبرضو بالدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وتحقيق النجاح في العمل ومع علاقات جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وبتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية الكبد العجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذه العضلات هي الأكثر حساسية ما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها وبرضو لازم ننتبه لها إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي نراجع الطبيب أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بدهم يتخلصوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج القوس خلو المسار يوم الغد رح يبدأ الساعة 10.23 دقيقة صباحا بتوقيت جراناتش ورح ينتهي الساعة 3.16 دقيقة بعد العصر بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 3 أيام الآن الساعة 6.40 دقيقة صباحا بتوقيت جراناتش نبدأ باليوم الرابع نهاية اليوم نسبة الإضاءة للقمر بتكون 11% أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيد بنسبة 45% القمر في القوس حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 30% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 10% ساعة المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في السرطان لغاية ساعات الصباح وبعدها بنتقل لبرج الأسد ورح يظل في برج الأسد بحركة أمامية ليوم 6-12 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب أحباكم معكم بعضكم ممكن يذهب في رحلة أو ممكن البعض الآخر يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها وبيكون في نجاح وحض في حياتك العاطفية والعائلية اتصالات كثيرة خارجية وتعامل مع الأجانب لدى بعض مواليد برج الحمل واللي بيشتغلوا بالمجال التجاري والاستراض والتصدير بيستفيدوا خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه زوج، زوجة، بنك، غريبة، تأمين، ميراث والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة وسارع لتحديث الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على غراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف ولكن عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي في حل مسائلك وخصوصاً المسائل المالية والعائلية برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعاً القمر اليوم موجود مقابلكم تماماً فهذا اليوم مناسب على جانب أو على الصعيد الشراكات شراكة مالية أو شراكة عاطفية أو شراكة عمل هاي بتستفيد منها بشكل قوي ولكن بدك تتعامل بطريقة متوازنة بدون عصبية وبدون حدية هاي الفترة سلبية وضاغطة لأن القمر مقابلك تماماً وطاقتك ضعيفة فما ينفعك سوى الصبر والمرونة فممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعاً القمر صار موجود في البيت السادس يعني الاهتمام بالعمل وبالصحة عشان هيك بتكون تنجزوا أبوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبيتكون تنتبهوا لغذاكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وبيتكون تحاذروا من الجدال مع زملائكم أو مع المعاونين أو مع زبائنكم خصوصاً في مكان العمل ولا تهملوا صحتكم وحاولوا أنكم ما تأجلوا ولا تماطلوا عمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد اليوم بتنشط أو بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبياً ولكن ما تبالغ بحضوظك هذه فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط والتواصل مع الأحبة أو مع الأبناء فما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحح الأخطاء هذا اليوم برضو ممتاز للتقرب من الحبيب والاهتمام بالذات أو بشخصيتك بمظهرك وحتى بإمكانك ترفيه عن نفسك ولكن بدون مجازفات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خلال هذا اليوم أو الاهتمام بما يتعلق بالعائلة ممكن يكون في مناسبة أو حدث أو اجتماع عائلي أو حتى خلاف عائلة بتحاول أنك تحله وممكن تجي التعاون من أفراد العائلة عشان هيك ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشكلة شخصية أو عطل أهم شيء أنك برضو ما تتهرب من المسؤولية لأجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر فبرضو بدك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بتنشطه في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات والحركة والحوار والنقاش ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزز العلاقة مع أخ أو جار ابتدعمك الحضوض وبتكون جريء جدا في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا بتلفت النظر وقدرة على الإقناع ممتاز جدا الأجواء لطيفة ممكن تحمل لك أو يحمل لك هذا اليوم لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أيضا أو دورة أو رياضة معاني نشاط بكل الاتجاهات برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مع هيك يعني بتكون تنتبهوا لمصاريفكم هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ولكن الحذر من النفقات والمغامرات وأيضا تنتبه من النصابين والمحتالين امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ابتهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات خلال هذا اليوم فترى إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ولكن الحذر من المصاريف برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط اليوم القمر موجود عندكم بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد أيام كان فيها نوع من أنواع الصعوبة وخصوصا أن الشمس موجود في بيت المتاعب الكواكب كلها تقريبا بتضغط بشكل سلبي ولكن اليوم في نوع من أنواع الإيجابية عليك التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور تشتد عزيمتك ترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم برضو تهدأ وتيرتك لحد الركود لأن القمر موجود في بيت المتاعب فطاقتك تقريبا نقدر نحكي على آخرها العصبية موجودة والحدية في الطباع ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش أنك خلال هذا اليوم ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها منصحك تأجيل أي قرارات أو شيء مهم لغاية عصر يوم الغد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم خلال هذا اليوم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك أو تحصد ربح معين بيجي بشكل مفاجئ وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخفض ضغوطه بيطمئن بالك ولكن نصيحة إنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل حصر يوم الغد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالح حوموا بإمكانكم تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين وتحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين احرص على استقرارك ما تشوه سمعتك بأي تصرف لا بمهامرات ولا بمجازفات اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء